قدر يكون هو أنه الهاتف منتاع الزنديق والعربيد صاحب كارلوس يقدر يكون واخذوا منه معلومات ومثل ما قلت لكم أنا في وقت سابق لما كان يقول لكم باللي راه في اليونان قلت لكم باللي ما كانش منها قلت لكم راكين تسجيلات أخرى هذا كهو غير مقطع برك اللي فوتهم داروها اللي تسموه من خلال الكلام بتاعهم في وسائل الإعلام يقولوا وحتى البينة عشرطة يقولوا باللي راه قبضوا عليه في ألمانيا التفاصيل هذي كنتم ما تركزوش عليها ربما كان فيها معلومات ليستخدموها هذه الأجهزة الأمنية على جلبش هما ما يأثروش على التحقيق وعلى جلبش ما يعطوش هما الفرصة للناس آخرين سيتم مستيادهم سيتم مستيادهم مش هو الكلام تاعي فنتم ما تغسوش في التفاصيل حكموه ما راهم يقولوا باللي حكموه في ألمانيا لا يهم راهم سلموه اليوم والله عندهم سمانة من لي سلموه ثم ما تغسوش في التفاصيل المهم راهم قبضوا عليه الطريقة بالتعاون مع الانتربول والله بتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة راكين جهازتان المخابرات راهم عندهم الناس في كل القنصليات في كل الصفارات بالإضافة إلى ذلك عندهم الناس اللي يشتغلوا معهم جمعيات وكين الناس اللي هم عملاء وكين الناس اللي هم راهم يشتغلوا لفائدة المخابرات الجزائرية المهم راهم راحلوه الآن راهم عند الأجهزة الأمنية كنت نسمع لهذاك الزلدق وكان يتكلم على بعض المسائل طبيعة الحال هما هما لما حكموا السيد هذا رايح يجبدو في التحقيق رايح يجبدو وإذا كان حكموه بالهاتف انتاعه وبالمعلومات رايحين يجبدو حواج كبيرة رايحين يظهروا الناس في أجهزة الأمن المختلفة في الشرطة وفي المخابرات رايحين يجبدوهم من جنرال وهبط التحت رايحين يجبدو فرايحين يحققوا معهم وكين منهم اللي رايحين يدخلوا للسجن لأنه هذا الشخص هذا هو تم استعماله راه كان يخدم عاميل وكان يمشي هو ومعلى بلوش بالحساب هذاك لأنه هو لما يكون واحد يشتغل في هذا الجهاز هو يعتقد باللي هذك الأموال وهذاك الجاه اللي راه عنده والله واحد ما يلحق له مثل ما راه هذا الزنديق هذا ورا يشوف يروحوا بلواحد ما يلحق له حتى إذا كان حكموه والله يسلكوا أصحابه هم الناس راه موجودين في السجن تعال بوليدا جنرالات فهو من بين الأشياء اللي يتكلم عليها كنت نسمع له أنا في المداخلة تعوه أول حاجة سجلت بعض النقاط إذن نرقم شفتوا الشكل نتاع السيد هذا شفتوا الشكل نتاعو كيفه داير يعني باش تاخذوا فكرة على جل شكون هو هذا الشخص سؤال منطقي اللي هو يطرحه وشكون هو وراءه راني قلت لكم هذا موش يشتغل وحده وراءه الناس من هذا الجهاز الدموي اللي هو كان يسعى للابتزاز من أجل استرجاع بعض الوزارات السيادية ومن بينها وزارة الإعلام مدرية الأمن ومتاع الشرطة بعض الولات بعض الوزارات الآخرين ربما قدر يكون فيهم وزير العدل ربما أنا أنا نقول ربما وزارات مختلفة كالناس قضاة كالناس محامين كالناس كذا كلهم من أجل على جلب باشهما يوظفوهم حتى باشهما ينقلبوا على الرئاسة ويعودوا يخذه لأنه الرئاسة فلتت من يديهم هكذا وقاعدين هم يضربوا في هذا بهذا كل مرة أنا نقول لكم في وقت سابق كانوا يحوسوا على جلب باشهما يطلعوا بعض الجنيرالات لما ما تمتش الترقية نتاحهم بالتالي فيزد لهم هذا الصوق هذا ما لهما استخدموا هذه المسائل هذا رأى غير عنوان برك مثلوا مثل بعض الناس يطلعوا عنوان لكن هما نصرهم وراء قاعدين يخطوا وقاعدين يتحركوا ويخدموا بالناس اللي عندهم يلفت وناس معينين يعني واحد اللي يكون نقوله مثلا رأى عنده هو انبغاج بوليتيك وإنسان مفقف وإنسان أصل وإنسان عارف المسائل ولا ما يقدروا شي مشي وما يجيبوا ناس اللي يقدروا يديروا بهم البروباغ ويقدروا يديروا بهم هذه الأشياء والآن رأى كان يقول لكم بالله هذا السيد هذا رأى كان متسك الآن درك وإنسان ما عنده والديه يعني بطريقة واحد أخرى بطريقة واحد أخرى حبي يقول لكم بالله علاقية هكذا السيد هذا رأى مقطوع من الشجرة وبالتالي المهم رأى ما عنده لخوف على البلاد وذكذا هذو رأى خلقوا أزمة بين الجزائر والإمارات استطاعوا على جلب شوما يورطوا وزراء ومن بينهم وزير الاتصال ووزير التجارة السابق هذا كمال رزيق أطعوا بوزير الاتصال فقط هو أنه خرجت لهم خرج لهم اسمه محمد يقدر شوما يوظفه رأى هو وربما يقدر يتساير معهم لكن ليس بالشكل الذي كانوا يستعملوا به مع هذا الوزير الذي نحوه هذا الشخص قال لكم بالهواتف المسؤولين هل هل في بالكم مثل ما رأى واحد الزنديق هكذا كيف كيف رأى موجود في هذه المواقع رأى هو واصل للرئاسة وواصل حتى الحلف الأطلسي وواصل لل مختار فمكل هذا الشكل هذا يقدر يجيب الهواتف المسؤولين ووزارة ورؤساء قال لرئيس حكومة ورئيس مجلس شعبي وطني ورئيس مجلس الأمة بالرئيس الجمهورية وكان موش جهاز اللي هو راه يتصنت على المكالمات ومبعد هما يلزقوها بالناس آخرين بالرئيس جيزي وراء من يش عارف أنا أريد ومن يش عارف أنا كذا جي أجهزة واحد أخرى هما اللي عندهم أجهزة التصنت هما اللي عندهم برامج التصنت وبرامج الاختراف لكن مثل ما كيلتنا مع الدمويين مع هذا المبتزين اللي راه يخضعوا في دولة المصالح هما الذيقة معطلين دولة معطلين اقتصاد معطلين نهضة معطلين بلاد فقال لكم بلي هذا الشخص هذا راه عنده أرقام من تاع هوات من تاع كبار المسؤولين بل حتى الخاتم من تاع الرئاسة وكانوا في وقت من الأوقات يستخدموا في القضية الجامعة العربية من أجل تهديد الرئاسة وقال حركوه هذا حركوه في أوقات مختلفة من بينها من تاع الجامعة العربية كانوا قال بلي ديروا كذا والله ننطرد يقولكم انتع الجامعة العربية ومن بعد الآن ظهر نس ملاح ظهر نس ملاح وكان ينصح فيه ويقول سلم نفسك ها ومن بعد يقول لكم باللي واسموه جبار مهنة جبار مهنة وهو اللي كان عنده علاقة بالموضوع حبه على جلباش رام كلفولو ناس باش يتكلمو عليه هذا زيطوتو وهيشم عبود كله على جلباش ما يمنعوه من الترقية هو كله من أجل باشي يغطي على الجريمة كله من أجل على جلباش يغطي المجموعة لكن راه فضحوا لسانه بحيث هو أنه صار يقول باللي يقترح على هذا الناس اللي رام في السلطة على جلباش يديرو لجنة مشتركة لجنة مشتركة على على جلباش هما ينحيو القضية للأجهزة العدالة وشرطة لأنه لما تكون يكون الملف عند الأجهزة هذه تلك الشرطة تلك بن شيخ اللي هو وراه من مهد هو وغيره من ناس اللي هما مكلفين بمهمة كانوا يعملون للإطاحة به فهما حوسوا على جلباش ينحيو هذا الملف تلك الشرطة باش هما من بعد يخرجوا أصحابهم لأنه الآن ومع ذلك الأجهزة رأى مخترقة تلك الشرطان تلك العدالة عندهم محامين يعني هذون الناس اللي رأى موما يشتغلوا في هذه الدولة العميقة موجودين مازال مرحوش موجودين لكن ما عندهم ش القوة اللي كنت عندهم من قبل خذوا ضربات الآن هذا الموضوع هذا تلك بالحساني رأى يكشف طوام كبيرة بدءا بهذا الصندق هما ذلك لما نحاول الهاتف انتعوا هذا رأى من الأكيد رأى من اللي قلوا فيه معلومات ومن بينها لربما هي ساهمت في التسريع بالقبض على هذا بالحسان لربما